بسم الله نبدأ وعليه نتوكل المشاهدون الأكارم أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم في طبعة جديدة من صالة التحرير يشاركني في تحرير هذه الطبعة الأستاذة لينا يعقوب الكاتبة الصحفية ورئيس التحرير الموقع الإلكتروني باغ نيوز أهلا بك أستاذة لينا يعقوب مرحبا بك يا خالد وفي جميع المشاهدين أهلا بك دائما في مفتاح كل طبعة نقف ولو قليلا أمام باب الصالة في هذه المرة سنجعل المدخل للحديث في باب الصالة عن القضايا التي يعيشها المواطن السوداني في هذه الآونة وأعتقد أنه اليوم الأستاذ زيادين بلال كتب عن هذا الموضوع سنجعل يعني ما كتبوا بين أيدينا ونرى إلى أي مدى وصف الحالة بامتياز إذن كتب ضيادين بلال تحت زاويته المقرؤة بصحيفة السوداني وقال أنا طبعا ما حقر المقال كله لكن جزء من الذي كتبه قال لم تعد الكلمات تفي لعرض ما وصلت إليه الأوضاع ماذا يعني أن نكتب عن معاناة يعيشها الناس في كل ضروب حياتهم ويتنفسون لهبها صباح مساء ماذا يعني أن نتحدث لمريد عن مرضه وتحكي له عن أوجاع هو يكابدها ويشقى بها الكلمات لا تجدي والشكوى لا تشفي فالشقاء يمتد على مسام اليوم وقراص الوعود الرسمية لا تذوب في كؤوس السراب الوقت لا يكفي لإنجاز المهام اليومية صفوف الخبز لا تنتهي إلا لتنتظم من جديد الخبز يصغر يوما بعد يوم ويصعب الوصول إليه ساعة بعد ساعة صفوف السيارات على مد البصر البؤس يخيم على رؤوس الواقفين والجالسين أمام الصرافات الآلية ينتظرون حفنة من أموالهم المحجوزة بلا وعد قريب أمر العباد أصبح في ضيق بائن وفي كل المجالس لا تسمع سوى الشكوى وهسيس الخوف من الغد في كل مرة يخفز سعر الدولار وتنخفض قيمة الجنيه بوتيرة تسابق الريح وتخالف منطق الأشياء في كل يوم تنخفض قيمة الجنيه في أجيوب ويصعد الدولار على الجراح الوضع الاقتصادي يمضي مسرعة من سين إلى أسوى والدولار في صعود واغدارنا في هبوط ماذا يعني أن يعتذر رئيس الوزراء اليوم عن أزمة ستتكرر غدا وبعده في صفوف الخبز نسأل يا أستاذ المسؤولين ديل ما شايفين الحالة لوصلنا ليه ده من أين يحصل المسؤولون على خبزهم وفي أي محطات الوقود يرون ضمأ سياراتهم الفارهة من أين تأتي أدوية مرضاهم في أي البنوك يضعون أموالهم لماذا لا نجدهم بيننا في الصرافات هل هم معنا في هذا الوطن تظلنا سماء واحدة وتحملنا ذات الأرض ونتنفس ذات الأكسيجين السؤال الذي يوجهنا في كل مكان هل ما يحدث أمر طار وزائل أم هو هم وعذاب مقيم ومتعظم للأسف لا نملك لهم إجابة ولا لأنفسنا الكارثة أن يكون أولياء أمرنا كذلك لا يمتلكون الإجابة ولا يعرفون بوابة الخروج ويجهلون الطريق إلى منافذ الطوارئ الجميع يبحثون عن جرعة أمل مضادة لحالة اليأس والإحباط حتى يصبح لحياتهم معنا ولوطنهم قيمة ولأنينهم أذن تسمع وإذن تمتد لمستصرخهم من بين الموج مع كل هذه المعطيات بكل خطورتها لا تجد خطابا حكوميا يشرح يفسر ويحمي أو يحمي شمعة الأمل والرجاء من الانتفاء هذه الحالة تشعر المواطنين بواحد من اثنين إما أن الحكومة في حالة عيز تام ولا تملك حلولا أو أنها ضعيفة الإحساس بكل هذه المواجع التي تجعل من العيش والحياة الطبيعية أمرا عسيرا وبالغ المشقة الصمت والامتناء عن توفير إيابات وفاق محالة الحلع ويجعل الناس يتعاملون بصورة هستيرية تنتج أزمات إضافية يصعب تجاوزها بعد توفير الخبز والوقود والدواء والاحتياجات الضرورية مع ثورة المعلومات والفضاءات المفتوحة لم يعد الصمت هو المعادل الموضوع لمعدن الذهب التغريد وحده لا يكفي لا بد من الحوار لوضع النقاط على الحروف والملح على الجراح وتحديد المسؤوليات لماذا لم يستطع السيد معتز موسى أن ينجز ما وعد به إلى الآن الوقود على أوراق يكفي لنهاية العام ولكنه غير موجود في المحطات بما يكفي الصفوف والطوال الدقيق تدفع له الحكومة خمسا وثلاثين مليار جنيه وتحرسه بثلاثة ألاف جندي ومع ذلك لا يصل المخابز الحكومة قالت إنها أطلق الصراحة السيولة النقضية للبنوك والصرافات ومع ذلك فالأزمة قائمة هل اختلفت حسابات البيدر والحقل هل وجد معتز نفسه وحيدا بلا معين ولا نصير هل هناك من يسعى لإفشاله بوضع العصة في الدواليب الأزمة مكان وين أخيرا رغم ثقتنا في معتز وإيماننا الصميم بمغدراته وصدقه نخشى على حكومته أن يصيبها أداء القديم ضعف الفاعلية وبضوء اتخاذ القرار والتراخي في معالية المشكلات إلى أن تتحول إلى أزمات وعدم احتواء الأزمات إلى أن تصبح كوارث نقطة صدر جديد أستاذ ألينا يعقوب هذا هو الحال تقريبا الماثل لا يمكن أن نتحدث بغير ذلك وبهذه الطريقة الصفوف تتطاول ولا تتقاسر الوعود هي ذات الوعود لكن تشرق شمس كل يوم على ذات الحال مكان الأزمة وطبيعته وظروفه وملابساته ثم لماذا لا يقولون شيء للشارع السوداني عن المسؤولين عن هذه الملفات الحيوية لماذا يلزمون الصمتة ولماذا البلعود لا تتحقق على أرض الواقع الكل يسأل متى يمكن أن تنجلي هذه الاشكالات هل لديك إجابة؟ والله السؤال صعب إن كان لدي إجابة لكن أنا أريد أن أقول لك أولا ما كتبه الأستاذ ضياد دين بلالة اليوم أهم ما كتب في الصحف السودانية كتب عمودة نعتقد سيكون لديه أثر ولديه رد فعل الأمر الآخر هي الآن لم تعد أزمة يعني كنا يمكن أن نقول أنها أزمة إن كانت في الوقودة وإن كانت في النقودة وإن كانت في الخبس أو إن كانت في أي شيء آخر أو إن كانت في الدواء لكن الآن هي أشبه بالكارثة لأنها تحيط بجميع المجالات وكل هذه الأشياء الآن تؤثر على المواطن وعلى عمله وعلى وقته وعلى جهده وعلى أشياء كثيرة جدا إحدى الإجابات التي يمكن أن أقول لك لماذا لم لا تقول الحكومة شيء يعني أنا فقط أعود إليك إلى فبراير من هذا العام أعلنت وزارة النفط أنها طبقت نظام المراقبة على جميع الناقلات والشاحنات في النفط وأنها تقوم بعمل حوسبة على جميع الخدمات هذا الحديث كان في فبراير من هذا العام يعني هذا الحديث يعني أنه لا مجال للتهريب أنه أي تهريب سيكون موضوع تحت المراقبة وفي نهاية شهر نوفمبر غرد السيد معتزموس رئيس الوزراء وطمأن الناس بعد أن أقال ثلاث مسؤولين كان أبرزهم نائب محافظ بنك السودان ووكيل وزارة النفط وأيضا مدير الإمداد بالوزارة حتى إن لم يقلهم هو بصورة مباشرة لكنه كان سبب في هذه الإقالة لتقصيرهم أو لما فهمه من هذا القرار بعد ذلك في وسائل الإعلام بعد هذه الإقالة غرد معتزموس وقال نحن نطمئن الجميع بأنه تم توفر البنزين وأنه تم استيراد ما يسد الحاجة وذكر أرقام بالتالي ماذا يمكن أن يخرج الآن معتزل يقول للناس يعني هو طمأن أنه تم استيراد هذا الوقود وهذا النفط وأنه وصل إلى بورس سودان ومسألة يوم أو يومين المفروض يصل إلى الخرطوم وجميع الولايات لماذا لم يصل هذا الوقود إلى المحطات هذا سؤال مهم جدا وأنا لا أعتقد أن الحكومة تملك إجابة واحدة كالعادة هناك أكثر من إجابة هناك أكثر من تحليل وزارة النفط لديها تحليل المالية لديها تحليل بنك السودان لديها تحليل المؤتمر الوطني لديها تحليل المحطات فبالتالي أي أحد يعطيك إجابة من الصعوبة أن نعرف الآن أين تكمن الأزمة لأن الأزمة الآن هي سياسية إدارية يبدو أن هناك خطط غير مدروسة هناك حلول غير نافعة هناك أشياء غير متوقعة يعني حكومة يفترض أنها كانت تتوقعها لم تكن هذه الأشياء من ضمن توقعاتها بالتالي أنا أعتقد أن هناك أشياء كثيرة أثرت بصورة كبيرة جدا على أداء هذه الحكومة وعلى صورة العامة لذلك لا تستطيع أن تأتي الآن وتفرج للإعلام لكي تقول إجابة واحدة لا بد أن تأتي بإجابة مقنعة غابت كل هذه الفترة التي يتحدث فيها الأستاذ ضياء الدين بلال في كل هذه الأزمات لا يمكن أن تأتينا الآن بإجابة فطيرة وإجابة غير مقنعة وأنا متأكد أنه إن تم إعلان أنه تم استيراد النفط والوقود ستقول المحطات أنها لم تستلم الآن في هذه الأزمة أزمة الخبز هناك اتهام ما بين المحطات عفوا بين المطاحن وبين المخابس فيعني الاتهامات الآن متبادلة التقصير لا يعني الحكومة لم تسحى أصلا لتشكيل أي لجنة تحقيق لتعرف أين الخلل هل الموضوع وصل لمرحلة أنه إجراء؟ يفترض نعم لأنه في السابق كانت المسألة شح نقط أجنبي يعني هذا ما نعرفه جميعا الحكومة ليس لديها ضولار تفعل أي شيء حتى حينما نسمع أن هناك مثلا سفينة وناقلة نفط رست في بورسودان تحمل غاز وتحمل بنزين أو تحمل أي نوع من أنواع الوقود يعني كنا نقول أنها لسد العجزة الآن حتى هذه أصبحت تباع يعني يبدو أن الحكومة حتى ما تنتجه كانت من البنزين بحسب بعض الرواية تبيعوا لأنها تحتاج إلى دولار تحتاج إلى عملة صعبة فالرواية تتعدد ولا أحد يعلم أين الحقيقة لذلك أنا أعتقد أن رئيس الوزراء سيخرج في الأيام الماضية لكنه سيحاول أن يأتي بإجابة تقنع الناس إجابة تقنع الناس الكل لا يملك للأسف وما كانت لنا إجابات شافية وواقعية لذلك لا ذو بالصمت وحينما لا يلذون بالصمت أي يلجؤون الكلام يقولون كلاما والله يعني يحتاج والله لوقفه من التصريحات الشهيحة جدا التي رشحت في الأيام السابقة والتي تؤكد أن الكل يحاول أن يربي بالكلة بالكرة في ملعب الآخر أي يحمل المسؤولية للآخرين خرج مسؤول رفيع في الدولة السودانية وتحدث عن أن هناك من يتربص بمحتز موسى وقرارات محتز موسى هناك ما يمكن تسميته بالطابور الخامس ما يمكن تسميته بنظرية المؤامرة لا يريدون لهذا الرجل أن ينجح هذا الكلام نشرطه كل الصحف وزاد في القول أنه لن ينصلح الحال إلا بزوال هؤلاء أنا لا أعرف من يعني بهؤلاء هل هم ضمن المنظومة الحاكمة أم من المعارضين هل المعارضين يملكون القلم حتى يسيروا الأحوال بالطريقة التي تسوء يعني أسئلة كثيرة مشروعة مثل هذا الكلام الذي قال به أحد المسؤولين ضمن المقولات الشحيحة هذه الأيام للمسؤولين كيف يمكن أن يقرأ يا لنا طبعا هي نظية المؤامرة دائما شماعة تعلقها الحكومة على أي فشل لكن لا أدري لسوء الحظ أم لحسن الحظ ربما تصدف هذه المرة هذه النظرية لأن ما يحدث الآن حقيقة غير طبيعية يعني يتضح أن هناك من يريد إفشال شيء يعني أنا لا أعتقد أنه يظهر رئيس وزراء في الإعلام ويقول أن النفط وصل وأنه في الطريق ولا يصل هذا النفط إلينا أو هذا البنزين والجازولين إلى الناس يعني يبدو أن هناك مشكلة قد تكون هناك مؤامرة لا أستبعد ذلك وهذه أول مرة لا أستبعد فيها أن تكون مثل هذا الشيء موجود لأنه دائما هي الحكومة مثل قصة الزئب هي في النهاية تتحدث عن مؤامرات مؤامرات وبالتالي لا نلقي لها أصلا بالا ولم يعد أحد يصدق لا أحد يصدق وفي هذه المرة هناك ذئب حقيقي هناك ذئب حقيقي نعم يبدو أن هذه المرة هناك ذئب حقيقي لأنه ما يحدث حقيقة غير طبيعي يعني فيه أياد تعبث بهذه الملفات هل هم أصحاب مصلحة اقتصادية ما أم غرض سياسي بامتياز ثم هل هم في ضفة الحكومة أم في معارضيها ضفة أخرى يعني أنا أرجح أن يكون سياسي سياسي نعم أنا لا أرجح أن هذا الغرض القصد منه تعذيب المواطن أبدا أنا لا أعتقد أن أي مسؤول من المؤتمر البطني أو من المعارضة أو من أي من الحركات المسلحة لن يكون أحد أهدافه يعني الداخلية والخارجية اللي هو يأزي شعبه أو يتسبب في المعاناة لكن هذه أشياء لإفشال البعض يعني وقد تنجح في بعض الأحيان وهي تستخدم في كثير من الدول ليس السودان من بينها لكن أنا كنت أستبعد أن السودان في هذا الوضع وفي هذا الشكل وهذه الطريقة من العيش أنه ممكن الناس يفكرون أنهم يستخدموا هذه الكروت ونظريات المؤامرة لإفشال معتزة وغير معتزة في السابق هنا نسمع بصراع من دون أن نذكر أسماء صراع قوة داخل المؤتمر الوطني الآن هذه الأسماء هادئة دعنا نقول أنها هادئة في حالة كومون نعم لا يوجد تصريح إيجابي لا يوجد تصريح سلبي يعني حتى بعد أن انتهى ملف الفساد وأغلق إلى غير الرجعة يعني لا نسمع بأحاديث هؤلاء القيادات فماذا يخططون ماذا يفعلون هذه أيضا أسئلة وأسئلة من الصحابة الحصول عليها على أدلة هي في النهاية تكون تحليلات قد ترت بعض المعلومات ولكن لا أعتقد أنه من يخطط لإفشال يعني ممكن أن يعترف لأحد بأنه فعلا هو يخطط لإفشال معتزة وغير معتزة أو لتغيير هذه الحكومة أو لتغيير الرئيس البشير أو لتغيير المؤتمر الوطني أو لإسقاطه أما فيما يتعلق بالمعارضة أنا أعتقد أنه رئيس المؤتمر السوداني قدم مقترح يعني معقول ومقترح يليق على الأقل بالمعارضة أنه أي حزب معارض يرشح مئة من القادة لكي يقودوا مظاهرات وهذا الوضع يتماشى ربما مع ما يحدث في دول أوروبية كبيرة في فرنسا في بلجيكا في غيرها من الدول هناك مظاهرات وهذه المظاهرات أتت ثمارها في النهاية يعني هي لم تكن يعني حتى أنه في النهاية ظهر فيها نوع من أشكال الفوضى والسرقات والتخريب ولكن على الأقل نجحت في أن توصل مقصدها واستجاب لها الرؤساء فما المانع أن يستجيب هنا الرؤساء لمثل هذه المطالب والله أنا في ظن أعلينا أن هذا الصمت الذي يعني يمارس الشعب السوداني بكفاء واختدار هو خيط تظاهرة هي تظاهرة غير معلنة تظاهرة الصمت الآن هم يقفون في الطوابير الطويلة صابرون إلى حد الجلد لا يقولون شيء يفعلون هذه الأشياء بطريقة يعني ميكانيكية يومية الواحد يستيغذ من الصباح خلاص هو موعود بالطوابير وكل شيء طبعا للأسف معطل هي تظاهرة الصمت أنا أعتقد أنه قدم الدرس بليغ جدا في مدى احتمال هذا الشعب لكل الظروف لكنه صمت أيضا دائما في كل صباح مع شراغة كل الشمس سيطرح الأسئلة المشروعة صحيح ما قلناه قد يبدو قريب من نظرية المؤامرة محاولة البعض لقلب الطاولة على الحكومة الراهنة لكن هناك وهم اقتصاديون بامتياز يقولون بغير ذلك والله يا لينا يقولون هذه طريقة ما للتملص من المسؤولية محاولة إنجاح الرجل بالقوة ورمي مرة أخرى الكرة في ملعب الذين ربما يعرضونه حقيقة الأمر أن السياسات التي اتبعت في غالبها كما يرون لم تكن ناجعة ولم تكن تقدم حلول منطقية ثم كانت فيها الكثير من التقاطعات إليك مثلا أنموز قرارات المتصدى بتصدير الذهب وكيف أنها في ظرف مدة قصيرة جدا تعاقبت هذه القرارات ويعني في النهاية الكل دلل على أن هناك تخبط ما وهناك ربما تقاطع في السياسات المسألة الأخرى تتصل بالتقاطعات التي ربما يعانيها محتز موسى في اصداري لهذه القرارات معجهات أخرى وهذه المسألة لا علاقة لها بالكيد الوظيفي أو المهني بقدر ما هي لها علاقة بالطريقة التي يفكر بها كل من الرجل والآخرين الآخرون يفكرون ربما بطرائق مختلفة لماذا لا نضع أيضا هذه الأسباب في الواجهة حتى لا يكون زعم مؤامرة فقط هو الذي يجيب على كل هذه التساؤلات أتفق معك تماما نظريت المؤامرة هي عامل فقط من عوامل كبيرة أنت الآن ذكرتها من سوء التخطيط ودراسة وقرارات متعاقبة ومتخبطة مع بعضها البعض يعني ويبدو أن الحكومة إما أنها لا تستجيب لأحد أو أنها تسارع في الاستجابة للجميع للمصدرين الذهب للقطاع الخاص للشركات الخاصة أو أنها تنأع عن الجميع وهذه سياسة غير ناجحة وغير معمول بها ولا يمكن أن تنتج أصلا حلول مفيدة هذا الأمر إذا نتحدث عن الصمت يعني أنا تفاجأت حقيقة بالردود الموجودة على صفحة رئيس الوزراء معتزموسة حينما نعاش وهداء الطائرة ومن مات في حادث القضارف أنا حاولت أدخل على حسابات كثير من الناس ووجدت أنها حسابات يعني غير مزورة وما يعني في مصطلح صداني بيقولوا عليه الجدادة الإلكترونية يعني حسابات الوهمية لم تكن هذه الحسابات وهمية كانت حسابات حقيقية وأصحابها عاملين الحسابات في الفيسبوك قبل عشرات السنوات هذا الغبن يعني حينما تجد نادر من يترحم على شخص مات على حادث يعني أنا متأكدة أنها إن حدثت قبل خمسة سنوات قد تجد تعليغة وتعليقين ممكن أن يسيروا خلف البقية الآن الجميع يعني وهذه على معتزمسة يعني أن يفكر في المرحلة التي وصل إليها الآن الشعب السوداني لأنهم لا يستطيعون أن يترحمون حتى على موته لأنهم ينتبون للحكومة ولأنهم ينتبون للمؤتمر الوطني هذه حادثة يعني بعيدة الأمر الآخر يعني أنا معك يعني أنا قلتها من قبل أن نظرية المؤامرة هي نظرية دائما تعلقها الحكومة على فشلة لكن يعني الآن يعني يتضح عمرين يتضح أن هناك فشل في السياسات لأنها يعني حتى مصدرين الذهب الذين أنت ذكرت مثال عليهم وفتحت لهم أول ما فتحت التصدير للمصدرين ارتفع سعر الدولار ما هو معروف أن المصدرين والتجار الذهب سيمشوا للسوق الأسود عشان يأخذوا دورها لأن الحكومة اشترطت هي الحكومة لا تفكر في أحد قبل نفسها هي طلبت منهم دولار عملة صعبة تضاحة بعد ذلك يصدر الذهب بالتالي هذا التاجر سيذهب إلى السوق الأسود ويرتفع الدولار إذن ما هو حل لك الآخر يعني ماذا فعلت أنت الآن هي تعلن أنها فتحت الاستيراد حتى للسلع أنا لا أعتقد أن هذه السلع الآن يعني ستجي نفعنا السلع التي السلع هذه ما سيشترها بالدولار سيمشي السوق ويشتروا الدولار عشان يجيبه السلع وبرضه ستخلي الدولار يتفع نعم ولكن أنا أعتقد أنها ستكون فاشلة لسبب لأنها هي الحكومة قرر الحكومة يعني لا تفكر في التاجر أو لا تفكر في مصلحة قبل المصلحة الزاتية هي في ذات الوقت أنا شايف أنه حتى هي مصلحة تبيعة ما عرفها وين والطريقة أن تفكر بها دي لا في مصلحة لا في مصلحة البلد لا في مصلحة المواطن يعني أنا أحترح عليك سؤال والله يطرح رجل الشارع البسيط هل لهذه الدرجة لا توجد عقول يمكن أن تفكر يمكن أن تبدع يمكن أن توجد فلسفة البدائل يعني هل وصلنا إلى هذه أو إلى هذا الحد إلى هذا السقف يعني هل هذا هو السودان الذي نعرفه لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه لأنه بصراحة شديدة يعني في كل مرة كنا نبث الأمل نحاول أن نقطع الطريق أمام الإحباط لكن أيضا وده ورد في عمود دياد دين بلال الكل باحتبارنا نحن نعمل في هذه المهنة يسألنا الحاصل شنو موقفكم شنو ليه ما بتعبروا عننا أنا والله الأسئلة التي تلاحظني بشكل يعني لا يوصف يا أستاذ ألينا يعقوب واشهد الله أنه يوميا أتلقى مكالمات ألتقي بشخصيات شخصيات سودانية طيبة في الشارع العام أو أي مكان ارتاده يعني يطلقون هذه الأسئلة إلى متى ما الذي يحدث؟ أين الحكومة؟ يعني هذه لا أجد لها إجابات هل تكتفون هذا سؤال موجه لي وليك دائما هل تكتفون فقط بأن تتحدثوا عن هذه الأخبار المكرورة الأخبار التي تزيد الإحباط إحباطا نحن في حيرة من أمرنا والله نحن في حيرة حقيقية من أمرنا والله صحيح كل ما تقوله صحيح كل ما تقوله صحيح وأنا أشير لك لشيء الآن الصحفيين يكتبوا ويعبروا لكن هل الحكومة تهتم بهم؟ يعني أنا أيضا يتكرر لهذا السؤال وحتى يعني ممكن ما لي بصورة شخصية يعني أنا بسمعينتوا يا الصحفيين مالكم ما بتكتبوا عن الحال نحن نكتب لكن هل تعتقد أن الحكومة الآن هي تهتم بما نكتب؟ يعني لا تهتم أم لا تجد حلول البعض يقول هذه الحكومة مديونة هناك ديون أنا دائما بقول كلام ده عشان نحلل الموضوع برضو بطريقة مهنية استاذ لنا يعقوب هناك ديون تتناسل في كل يوم ديون أصبحت فاقة المليارات من الدولارات وتحدث عنها رئيس الوزراء السابق الفريق بكري في أكثر من ذي مرة وقال الآن الدائنون يترقون الأبواب بعنف ويطالبون بضرورة سداد هذه الديون على شح ما تملك الخزانة السودانية من دولارات هي ملزمة على الأقل إن الطيب خاطر هؤلاء الدائنين إنها كل مرة تدفع لهم بجزء اليسير المانحون الآن هم يعني خلاص رفعوا أيديهم عن مساعدة السودان كما تعرفين الدول في الخليج مشغولة بالمقاطعة ومشغولة بحرب اليمن وهي تعاني أيضا ما تعاني وغير متفقة ولا منسج مآخيرا قطر خرجت عن منظمة الأوبك لم تحضر اجتماع القمة الخلية على الأقل على المستوى القيادات مصر مشغولة أيضا بإشكالات أصدرت بتحرير الدولار الجمركي منذ أيام أحدث فوضى عارمة حتى باريس تعاني ما تعاني لا أحد يمكن أن نترك بابه في هذه الظروف الإنتاج هذا الحلم الذي عول عليه على الأقل المحتزة موسى حتى الآن لا يوجد الإنتاج بالشكل المرجو والمطلوب هل أغلغت كل الأبواب ما الباب الصحيح في ظل كل هذه الظروف التي يمكن أن يطرق هذا هو السؤال الإجابة أن الباب الصحيح حتى إن طرقته الحكومة الآن لن يأتي بأي آثار وبأي نتائج حاليا أي باب لكي تطرقه ولكي يأتي بنتائج سيأخذ وقت والحكومة الآن كما ذكرت لك سابقا هي دائما تفكر في نفسها هي الآن تفكر في الانتخابات ومشروع قانون الانتخابات ولا أعرف أي انتخابات يمكن أن تقوم أصلا في مثل هذا الوقت وانا أعتقد أنه قد يكون البعض أنا لا أتفق مع التحليل ولكن أريد أن أنقله يعني البعض يقول أن هذه الحكومة تقوم بهذه الأزمات يعني حتى لكي تقترب الانتخابات ويحدث انفراج في الوقود وفي الخبز وفي غيرها وممكن أن تقلل سعر البنزينة والجازولين وبعد ذلك يفرح الشعب السوداني ويمكن أن يقرر ويصوت للمتمر الوطني سيناريو ده وارد يا لنا هذه أقلية تفكر كل شيء وارد في عالم السياسة هذا شيء وارد ما هي النظرية يعني البعض ستكون على أعتاب الانتخابات على أعتاب الانتخابات حتى تشعر أن الحكومة بعدينك ستأتي تصريحات والذي تضمنه الحكومة أن هذا الشعب المغلوب على أمره المسحوق أنه ينتظر بكل هذه الوداع حتى يعني في الانتخابات ما هو كلها كم شهر يا خالد هناك شهور كثيرة يعني نازم مستحملة لا كم السهب شهور يعني نحن خشين على السنة الثانية بالمناسبة هذه الطوابير هذه الطوابير أنا معرفة الطوابير دي التي يمنع تصويرها التي يمنع تصويرها هل صورت الجهات المعنية هل شاهدوها هل يقفونها كما قال أيضا المقال معنا في هذه الطوابير هؤلاء المسؤولين هؤلاء المسؤولون هل يقفون معنا ممكن يكونوا مشوا تفقدوها مرة كده في الأسبوع ممكن يكتفوا بالتقارير لكن أنا دائما أعتبر إن لم يقف إن لم يرى حجم الصف يعني أنا ممكن أقول لك في الصفوف أنت ما تشعر لكن أنت لما تجي وتشوف الصف فيه ممكن 200 عربية ما زي ما أنت أكيد بتتخيله فبالتالي أنا لا أعتقد يعني الحكومة فيها خلل لذلك ترى أن بعض قيادات الدولة يعني ترى أن معتزموس مثلا يذهب إلى الصراف ليتفقد الصراف هذه ليست وظيفة رئيس مجلس الوزراء ولا أعتقد أنه أحد في العالم يفعل لكن يعني هذه الدولة فيها خلل خلل ما خلل واضح يعني بالتالي ممكن تجد مدير جهاز الأمن هو الذي يذهب إلى المحطة ليتفقد المحطة وممكن تجد رئيس الوزراء يذهب إلى الصراف الآلي هذه يعني نعم أوكي نحن نستحسن أنا لا أصيء يعني أظن في هذا ولكن ليس هذا المرجو وليس هذا هو المطلوب يعني المطلوب أكبر من ذلك وأكثر من ذلك ويبدو أن البعض الآن لا يسق في التقارير التي ترفع لها فبالتالي يعني مسألة أنهم يتفقدوا المحطة حتى لو تفقد المحطة هو في النهاية عنده محطة زي ما ذكر الأستاذ ضياد دين بلال هم كان ضباط جيش ولا ضباط أمن ولا غيرهم عندهم محطات وما هذا لا يخفى على الشعب السوداني في شيء يعني هناك محطات مخصصة لهم معروف أنهم بالكوت يمشي فرد الأمن أيضا قد يكون الوزراء نفس الشيء فبالتالي عدم يعني هم أوكي يحاولون أن يعالجوا معنا هم يلينا مستخدم معنا وليستخدمين في كوكب آخر حتى لو كانوا في حياة راقية أكيد يمروا بهذه الأشياء أنا عموما عندي حساسين معلومة واصلة بلا شكل واصلة من المؤكد حتى صحيح وهم زات عارفين أن هذه التغارير التي تضع كل صباح على طاولات المسؤولين هي في أغلبها لا يحمل الحقيقة أنا اللي استوقفني في الظاهرة عشان أوريك أن الموضوع أصبح بالفعل يحتاج لوقفات وقفات حقيقية زمان كانت الأزمات ما بتيجي يعني سلة كده كاملة كانت بتيجي مثلا فترة يكون في أزمة دقيق أو خبز بعد فترة بنزين أو وقود ثم فترة سيولة أزمة سيولة هذه المرة الأزمات السلاسية تحديدا هذا الداء الثلاثي أصابنا في مقتل دفعة واحدة كويس وكل ملف عنده ناسه وعنده الجهات المسؤولة عنه وعنده طرائق لحلول لحلول ما ليه تلمت الحياة دي كل هذا المسلس برمودة ده كويس الوقود والخبز والتالي شنو والسيولة ليه تلمت كده مع بعض والدواء والدواء يعني أربعية كمان ليه كلها جات مع بعض وليه كلها ما أدرت تحل مع بعض يعني أنا بتخيل إنه كان واحد منا أو اتنين على اللقاء يقول ليهم حالي يعني سواء كان الدقيق أو السيولة أو الخبز أو الدواء وكده يعني ولا شنو أنا بجد يعني الحياة كلها كده جات مع بعض هل دي مرحلة كده مرحلة تنهيار دي دي مرحلة بتاعت انهيار ما الكلمة دي فيها تحفظ عليها يعني الاقتصادين والسياسيين بيقوموا المصطلح ده يعني طب يا ريت يشرحوا لينا الانهيار بيكون يعني كيف يعني هو الحمد لله يعني شعب السوداني ممكن يحمد الله على نعمة الصحة والعافية والنمو عايش لكن ما يعني المشاكل في أي جانب تحيد به أي جانب تحيد به يعني فأنا لا أعرف ما هو الوصفة الأنسب يعني هذه كارثة ما يتضح العامل المشترك بين كل هذه الأزمات العملة الصعبة الشح في النقدة القاسم المشترك القاسم المشترك الوحيد بينهم بعد ذلك هناك قاسم مشترك في سوء الإدارة وعدم التنسيق بين الجهات المختصة هذا أيضا يتضح سواء في الدواء أو في الدقيق أو في الاتهامات أيضا المتبادلة فأنا أعتقد أن الأزمة الدولار وسوء التخطيط وعدم التنسيق يعني هي الأبرز ثلاث أشياء مشتركة في هذه الأزمات الأربعة طيب أنا يعني هي الأزمات كلها على درجة عالية من الأهمية والخطور والتأثير في مجمل حياتنا اليومية لنا يعقوب لكن المواصلات لا يمكن أن نضاعف المرتبة الثانية والثالثة أنا في رأي كلها أتوضح هذه الأشياء في المرتبة الأولى خاصة طبعا الدواء لا يعلع عليه من حيث الأهمية لكن المواصلات هي تعني الحياة وتعني الحرك والذي يحدث في الخرطوم خاصة خلال اليومين الفائتين مثلا يعني أنا غايته ما شاهدتها من قبل بصراحة نعم واليوم بس أديك بعض الأخبار نعم في محاولات يعني محلية الخرطوم توجيه بنقل المواطنين بالمركبات بالمركبات الحكومية مجانة نحن والله حتى مجانا دي حتى لو بيقيت بقروش بس تكون موجودة يعني تدخلت محلية الخرطوم مساء أمس دخبر حينشار في الغد تدخلت مساء أمس اليسام في حل أزمة المواصلات بموقف كرر كرر خلال ساعات الظروة بتخصيص المركبات والدفارات الحكومية التابعة لها لنقل المواطنين مجانا بتوجيه مباشر من معتمد المحلية الفريق شرطة محمد أحمد علي وتم التعميم لجميع منسوبين محلية بالأمر في إطار إحياء سنة فضل الظهر الإسهام في نقل المواطنين من وإلى المواقع المختلفة ذهابا وإيابا هذا وقد وجد الخطوة ارتياحا وإشادة من المواطنين لابد أن تلقى ذلك هل ستستمر هل هي كافية برضو جهاز الأمن والمخابرات على ذات الدرب خصص عربات لنقل الخبر أنا أحاول أشوفه بتكلم عنه برضو يعني في حلول زيدي أنا دار أشوف مدى هذه الحلول يمكن أن تكون واقعية ويمكن التعويل عليها طيب إذن أكد الدكتور أحمد ويلال عثمان وزير الداخلية والفريق أول صلاة عبدالله جوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني على نقل المواطنين بمركبات وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ووضح وزير الداخلية في تصريح المكتب الصحف لشرطة عقب الاجتماع التنسيقي لبحث أزمة الوقود والذي ضم وزيره وزير الداخلية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطن لفريق شرطة حقوق إبا مكر أحمد الحسين إلى آخر هذه الأسماء إن القرار يأتي مرعاة لظروف أزمة الوقود والتي ستحل خلال الأيام القادمة مشيرا إلى أن المركبات الخاصة وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطن ستكون من قلال المواطنين صباحا ومساء حتى الساعة الثامنة يوميا مجانا داعيا مقية الوزارات والمؤسسات الحكومية أن تحزوا حذوة وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطن تفضل علينا هو شيء أفضل من لا شيء نعم ويحاولات لا أقول أنه لن نقلل منها يعني إن جاء بص ونقل خمسين ولا مئة ولا خمسمائة مواطن أفضل من أن لا يكون هناك شيء لكن كم عدد البصات كم عدد المواطنين الذين يقفون في المواصلات وانتظرون المواصلات ما هي هذه المواعيد مواعيد البصات يعني هم بس خمسة بصات هيمشي يأخذوا الناس ويمشوا أين الوجهات يعني كم العدد ما هم ناس الساكمين في العاصمة هذه أكثر من مئة منطقة يعني تذهب إليها الحافلات إلى أين ستسير هذه الحافلات وهل هي ذاتا هتجد الوقود الكافي طول الفترة القادمة طول الفترة القادمة ممكن عند الليلة وبكرة بس بعده ما أنا دي برجي يعني للكلام اللي قدته أول أنه عندهم محطاتهم الخاصة اللي هي ما بتفضى من البنزين وما بتفضى من الوقود يعني هناك محطات خاصة لهؤلاء يعني موجودة الآن يعني هم فتحوها للجمهور وسخروا يعني الباصات والحافلات لينقل الناس أنا لا أقلل من الخطوة هي خطوة ممتازة يعني طالما أن الحكومة إلى الآن عجزت عن توفير هذا الوقود الحل ده مش بيأشر إنه الأزمة يعني فعلا حلها ليس ربما ليس ليس قريب نعم الحل ليس قريب قالوا ستحل السين دي طبعا سين المضارعة هو يفترض أنها تحل يعني الآن الحل يعني هي يفترض أنها هي تحل دشي الطبيعي أنها هي تحل لأنها استمرت يعني الآن قرابة أسبوعين وقبل الأسبوعين يعني كان فيه شهر يمكن الناس ما كانت بقعان فيه كبير قبل الشهر ده برضو كانت هناك فيه أزمة يعني هي أزمة تتجدد كل شهرين الآن طالت الأزمة واستفحلت وكانت فيه جازولين وبنزيم مع بعض يعني يفترض أنها تحل وأصلا رئيس الوزراء قال أنها ستحل ووزارة النفط قالت أنها ستحل وكانت هناك أنباعا وصول ناقلات نفط وشاحنات وغيرها وأنباعا يعني أنه في برسودان وصلت بعض الصفن المحملة بالبواخر المحملة يعني بالوقود ومختلف عنواع البقود حتى أن هناك خبر أشار إلى أن هذا الوقود متوفر في خلال شهر ديسمبر بصورة كاملة وأن الحكومة ستفتح عطاءات للشركات للعام الجديد يعني وهذه إحدى الحلول التي حاولت أن تتجه إليها لكن يعني كأي حل تفتح الحكومة سيرتفع بسعر الدولار الدولار اليوم 72 أنا أعتقد أنه نهاية هذا الشهر عادي ممكن يصل سعر الدولار 80 ومعما في السنة الجديدة ممكن يصل 90 إلا لم تضع الحكومة أي محاولة لمعالجات وأنا أعتقد أنه أهم محاولة أن الحكومة هي فعلا تجد وديعة تجد وديعة ولا تستفيد فيها لنفسها تضعها في البنوك تشعر أن هناك استقرار في هذه العملة الصعبة أن المواطنين ممكن أن يلجأ إليها الآن المواطن المسافر الذي عنده رسوم بالدولار المحتاج لا يجد إلا غير السوق الأسود ومضطر أنه يشتري الدولار بهذا السعر الكبير يعني إن لم توفر الحكومة ستكون هناك تجارة في الدولار والدولار الآن يعني أي واحد يسألك أنت تقول سعر الدولار كم؟ أول سؤال شرك أو كاش دبراو 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 والله يا أخي ما عارف أقول لك شون ما عارف الواحد يعني طيب نحن نشوف كده نبحث عن مسارب الضو ومنافذ الأمل أنا في خبر يعنيني تماما صالة متبنة طبعا ملف الدواء منذ أن تأسست هذه الصالة معني يبي ملف الدواء لأن الدواء دا دائما منقول إما الدواء وإما شنو يا أستاذا لنا الموت مش كده؟ طيب في أكثر من خمسة مليارات جنيه دعم المالية في موازنة تسعة عشر والفين قرم عالي السيد رئيس قرم عالي السيد رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية والتخطير الصادف الاجتماع الذي ترأسه بوزارة المالية الاستمرار في دعم الأدوية في الموازنة الجديدة بأكثر من خمسة مليارات جنيه لكي لا تحدث أي زيادة في أسعار أدوية الصندوق القومي لإمدادات الطبية في العام المقبل علما بأن أسعار إمدادات الطبية تعادل خمسة واربعين بالمئة من أسعار الأدوية في المصادر الأخرى من جانبي نفس الصندوق القومي لإمدادات الطبية ووجود أي مهددات استمراريته وأنا وزارة المالية مستمرة في دفع الدعم المقرر للأدوية من ناحية الأخرى أكد الصندوق في تعميم صحفي أن شركات الأدوية استأنفت التعامل مع الإمدادات بعد أن خصص بنك السودان مبلغ 10 ملايين يورو للأدوية في الأسبوع الماضي إنفاذا لتويهها السيد الرئيس الوزراء والذي يولي الدواء عناية خاصة ويتابع انسيابه وتوفره في البلاد بصورة لصيق هذا ما نتمناه الحديث بدأ عن ملامح موازنة 19 و2000 على الأقل تعرفنا من خلال هذا التصريح أن الدواء سيكون عنده حظه خمسة مليارات جنيه لدعم الدواء أو لتوفير الدواء هذه خطوة جيدة نتمناها أن تتحقق لكن وزير الصحة نفسه الممسك بهذا الملف كان يتحدث عن أن المداد الطبية يعني فقدت ما فقدت من صنوف الأدوية ولم تعد قادرة على جلب الدواء ما نصدق وزير المالية أم المداد الطبية هذا هو السؤال يا لنا هذا هو السؤال هو أن نحن ممكن أن نصدق ما نرى في الواقع يعني ان ذهبنا إلى الصيدليات وكتمت في الصحف جولة تقارير وتحقيقات مشرت في الصحف لجولة للصيدليات وكانت مفيدة يعني عرفت القراء والمواطنين بالأدوية الغير موجودة والمنعدمة والأدوية التي ارتفعت أسعارها وأظهرت تباين خبر الدعم بالنسبة لي ممكن يكون خبر قديم لأن أصلا الحكومة هي تعلن أنها تدعم الدواء وأعلنت في الموازنة الماضية أنها دعمت الدواء لا أذكر المبلغ بالتحديد لكنها دعمت أيضا الدواء بمبلغ معين في هذه السنة كانت هناك أزمة وكان هناك شح وكان هناك فوارق في الأسعار بين صيدلية وأخرى في نفس الدواء وحدث انقطاع في النص وأتت شركات أخرى وبعد هذه الشركات ظهرت أيضا شركات للأدوية أخرى يعني وأحدثت نوع من عدم الاستقرار حتى للمريض يعني لدرجة أنه يعني البيت المافيه مخترب من بره يقدر يجيب دواء يعني هو يعيش أوضاع صعبة الآن يعني الخبر تكرار هناك دعم للأدوية جيد جدا في خطوة ممتازة كما ذكرت عنه ولكن كيف سيتم هذا الدعم ومن الذي سيستفيده وكيف ستمنع الدولة الفاسدين والمتلاعبين في موضوع الدواء من أنهم لا يدخلوا إلى هذه المبالغ مجددا وحتى لا يحدث ذلك أنا والله أرسل كلام مهم لجهات المعنية خاصة سيد رئيس الوزراء القرارات كانت كثيرة جدا فيما يتصل بالدواء مش شأنها شأن الذهب الذهب دعم له فيه قرارات ما دعم له قرارات أنا بالنسبة لي ما مهم زي ما هو مهم في الأدوية الأدوية دي دارة أني وعاوز ما يعني هي منظومة والله تكرست منذ سنوات ما عاوز أنها تتصدع ويحصل لا نوع من الشرخ لأنه دي منظومة قوية القرارات الكثيرة أزت هذه المنظومة وكانت في بعض الأحيان غير مدروسة وغير يعني لم تجلس للمعنين بهذه الملفات حتى تستأنس بأرائهم وملاحظاتهم ودي مسألة تؤخذ على هذه القرارات أتمنى أي قرار في موازنة طبعا القرار هذا ممتاز بس زي ما قالت الأستاذة لينا لازم نحن نفعله بطريقة صحيحة أن هذه الأموال تمر عبر وجهات حقيقية وواقعية لن نخشي مثل سلل الشركات الوهمية مرة أخرى وفي نفس الوقت ما نمنع الدولار عن الكل لأنه دولار يفترض إن ذهب إلى الدواء هو دولار مستحق بل مو يب على هذه الحكومة نحن نخرج لفاصل قصير تبقط بعض الملفات سنقف أمامها خطفا وبشكل ربما أسرع لضيق الوقت إذا نخرج لفاصل ونعود سنقف أمامها خطفا جدداً في هذه الطبعة من الصالة والتي يشاركني في تحريرها الأستاذة الصحفية لنا يعقوب أهلاً بك أستاذا لنا لنا على الصعيد السياسي هناك ملفات فيه لها يبدو إنها خارجية حراكان هامان الأول في بلاروسيا زيارة الرئيس البشير إلى هناك تمخض عنها والله توقيع اتفاقية يعني في ظن لو يعني تحققت مفيدة جداً للشعب السوداني والشعب البلاروسي أهمية هذه الزيارة وما تمخض عنها من اتفاقات وفي حديث عن مبالغ حقيقية ستدخل البلد من خلال بعد هذه الزيارة كما رشح في البيان الختامي تحدثوا عن إسهاماتهم في مجال التعدين والزراعة والشاحنات وصناعة الآليات الثقيلة تحدثوا عن دعومات حقيقية أهمية هذه الزيارة وإلى أي مدى يعني هي مفيدة للسودان خاصة في الشقة الاقتصادية والله أي زيارات رياسية بلا شك أنها تأتي بنتائج يعني الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو زار الخرطوم قبل ذلك ووجه دعوة للرئيس البشير والآن الرئيس استجاب لهذه الدعوة يعني وهي زيارة بروتوكولية مراسمية دبلوماسية لديها ربما بعد اقتصادي ولكن يعني أنا أيضا لدي فيها ملاحظات يعني مثلا فيما يتعلق بتوقيع الاتفاقيات اتفاقيات التعاون يعني أعتقد أن وزارة الخارجية والتجارة وغيرها يعني مليئة بآلاف اتفاقيات التعاون مع مختلف دول العالم ما هي فوائد أو ما هي قيمة هذه الاتفاقيات يعني هي أشبه الآن ببروتوكولية لماذا؟ لأنه أي جهة تريد أن تأتي إلى السودان ستواجه صعوبة في الاقتصاد السوداني يعني هذه معلومة بالتالي توقيع الاتفاقيات يعني هو شيء إيجاب وشيء جيد يعني بلا شك أن الرئيس البيلاروسي لا يوقع الاتفاقيات مع أي دولة ولكن نتحدث عن الصورة العملية لإن لم تتحسن وقع الاقتصاد السوداني لن تكون لهذه الاتفاقيات يعني أي عمق أو أي تأثير حقيقي الأمر الآخر العلاقات السودانية البيلاروسية يعني أنا حينما سمعت ببيلاروسيا كانت قبل سنوات وفي زيارة عبد الرحيم محمد حسين إليها وحينما كان وزيرا للدفاع فبالتالي العلاقات العسكرية بين السودان وبيلاروسيا هي التي كانت أقوى وكانت أكبر الآن يبدو أن المجال فتح لعلاقات أخرى سياسية دبلوماسية تجارية اقتصادية وغيرها بصورة أكبر وأنا أذكر أن الرئيس البيلاروسي حينما جاء للخرطوم يعني قال أنه هو يستغرب أن يكون بلد مثل السودان يعني يزخر بالخيرات وبالثروات ويكون حاله بهذه الطريقة بهذه الطريقة نعم فهو كانت إشارة أنكم أنتم زي ما شغالين في خلال ما والرجل الآن يحاول أن يفعل شيئا يحاول أن يفعل شيئا نتمنى ذلك نتمنى وكلام مهم يعني حتى إحنا اتفاقياتنا اللي هي الشراكة الاستراتيجية الزكية يدن والقوية والمتينة مع الأتراك حتى الآن لم تستسمر بالشكل الجيد عشرات الاتفاقيات أمرمت وقعت على الورق لكن على أرض لم تنفذ طيب الملف الآخر وربما الأخير يعني يتصل بمباحثات التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال الحكومة في أديس الوفود في صور كده سنشوفها على الشاشة بدأت تصل فعليا إلى أديس أبابا الكل والله يتوخى ويتأمل أن هذه المرة تكون المفاوضات مثمرة وبناءة يتمخض عنها اتفاق قوي يصمد ولا يتصدع وأديس يعني بصراحة هيئة المناخات هذه المرة للقاء يعني يمكن مختلف بعض الشيء كما قالت أو كما قال المسؤولون هناك الخرطوم تأتي بقل منفتح كما أكد الذين هم في الوفد المفاوضة وكذلك ربما الطرف الآخر يعني الحركة الشعبية لكن لاحظت وصول أطراف أخرى كدكتورة مريم الصادق كما جاء في الصور وكالة الأخبار وأنا ما أعرف هل هي مفاوضات وجها لوجه مع فقط عبدالعزيز الحلو باحتباره يمثل الآن بالنسبة على الأقل حكومة خرطوم يمثل حركة الشعبية أم هي اتفاقات تشمل لداء السودان تشمل من وقعه في برلين لأنه من حيث الشكل حتى الآن صورة لم تضح من بعد ذلك نتحدث عن المحتوى أنا أعتقد أن هذه المفاوضات معنية بالحكومة مع نداء السودان نداء السودان فيه خمسة تكوينات الحركة الشعبية والآن هذه لأول مرة تأتي الحركة الشعبية بالشقين الاثنين يعني عقار وياسر عقار وياسر بالإضافة للحلو والحركة الشعبية الآن لديها وفدين للتفاوض هناك حزب الأمة ومثلت فيه مريم الصادق لم يصل الصادق المهدي لا أدري أسباب عدم وصوله إلى الآن وحركتين العدل من المساوى وتحرير السودان جبريل ومناوي أيضا؟ نعم ضمن نداء السودان يعني هو تفاوض مع نداء السودان وليس مع الحركة الشعبية نعم هو تفاوض مع نداء السودان يعني الخمسة الخمسة نعم الخمسة في نداء السودان لذلك تكمن القوة يعني الحكومة حينما تذهب وتفاوض حركة العدل والمساوى جبريل ومناوي أو حينما تذهب لتفاوض فقط الحركة الشعبية سابقا وحينما تذهب إلى حزب الأمة أو تحاول أن تفاوض بطريقة سرية ودائما مفاوضات المؤتمر الوطني وحزب الأمة دائما تحض بها السرية يعني لا أحد فيهم يحب أن يخرج للعلن أنه يجري مفاوضات كان المؤتمر الوطني لأنه لديه مصالح لا يقوله وأيضا حزب الأمة الذي يرى أنه في خروج مفاوضاته مع الحكومة بطريقة سرية كان أقرب لخيانة النداء السودان والجهات المعارضة هذه القوى تكمن في هذا في هذا الجمع الكبير الأمر الآخر قد تكون هناك إشكالية لأنه الآن هناك وفدين للحركة الشعبية وهناك حديث ورؤاهم أصلا مختلفة تماما وهذه هي محاولة الآن لوضع خارطة الطريق بين الحكومة وبين نداء السودان نتمنى أن تنجح لأنها إن نجحت ستسهل أشياء كثيرة إحتمالات نجاحها واردة في رأيك كمراقبة والأمور متروكة والله إلى الآن إذا كنت أستشف أنا متأكدة أنها لن تسير إلى النقطة المطلوبة ستذهب إلى درجة معينة وتقف هناك يعني لن تذهب إلى نهاية الشوطن لن تذهب إلى نهاية الشوطن ستقدم درجات كبيرة ستحرز الشوطن ولكنها لن تذهب على الإطلاق إلى النهاية المرجوة طيب يا لينا ما بعيد عن موضوضة بشكل سريع جدا يعني زمان لما كانت الحركة الشعبية تجلس لوفد الحكومة كانوا يتناقشوا في قضايا معروفة حدثها للحكومة التي هي منطقتين نعم هذه المباحثات أنا أعتقد سيكون معقد جدا لأنه سيشمل كل القضايا ليس كذلك أنا أعتقد أنها تشمل تهيئة المناخ السياسي في السودان تشمل الدستور والذي تم إجازته يعني اليوم أنا لا أعرف في ماذا سيتناقشون حول الدستور وربما أيضا الانتخابات يعني هناك مواضيع أعتقد أربعة أو خمسة مواضيع هي موضوعة في الأجندة للتبحث حولها لكن كان من بينها الدستور وأنا اليوم قرأت خبر أن الرئيس البشير أجاز التعديلات الدستورية هيا كنا حنسل الموضوضة أسأل لما خلاص يتجاوبي يعني أنا وفق ما ورد طبعا ما ديما الوكالة الرسمية لكن واحدة من الوكالات أكثر من وكالة مشكلة أن الرئيس البشير وقع على القانون الانتخابات بعد أن تم تحويله من منذ البرلمان إلى منذ الرئاسة وطبعا الذين كانوا حضورا في البرلمان حين إجازت هذا المشروع أو القانون الانتخابات طبعا رفع أيديهم عن التصويت الذي حصل وقالوا ده تصويت بالغلبين المكانيكي وليس بالتوافق وتواصلنا مع عدد منهم في الشعب وحركة الإصطاحة الآن قالوا ده ما قانوننا ولا بيعبر عننا لكن لكن هذا والهم أملنا كبير في أنه حينما يسهب إلى الرئاسة يعني يتم إرجاعوا مرة أخرى وحينها ستعود المياه إلى مجاريها هم توعدوا وقالوا إن تم تمرير هذا القانون معظمهم تحدثتين على الأقل أنه لن يخوض الانتخابات الآن في حال أنه ثبت هذا الخبر أنه تم توقيع القرار أو القانون للانتخابات خلاص معناها انتهى مش كده سبغ السيفو العزل كما يقولون انتهى كل شيء ردود فعل القوة السياسية الأخرى التي عارضت هذا القانون حتكون كيفية لنا ثم ما رأيه البرلمان يعني البرلمان بعد توقيع الرئيس البشير ممكن يأخذ خط آخر لا أعتقد المشكلة لا انتهى كل شيء الخبر هو صحيح صحيح ووقع عليه نعم الخبر صحيح ووقع عليه اليوم بحسب تصريحات لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر وقال أن الرئيس البشير يعني وقع على قانون الانتخابات نعم بالتالي أنا لا أعتقد يعني أنه هناك مجال للرجعة عن ذلك يعني أصلا هي كانت هذه هي الخطوة الأخيرة الآن هذه الخطوة الأخيرة هي الآن تقريبا يعني انتهت وبتوقيع الرئيس البشير يعني عليها انتهى الموضوع حسم الأمر حسم الأمر الذي فيه طيب ما الأمر وكيف سيحسمون أمرهم يعني القوى السياسية التي عارضتها لا يعني هي القوى السياسية هيفون الانتخابات ولا ممكن فعلا لا والله فيه انتخابات يا أستاذ خالد ممكن هذا سؤال هل هذه الظروف مواتية يعني أنا أعتقد يعني هي دي قراءة دائما بتكون للواقع يعني هي صاحة الانتخابات تبقى لها عام ولكن أنا أعتقد لحد نصف العام إن كانت الأحوال بهذه الطريقة العجيبة وهذه الطريقة الغريبة وبعدم المؤسسية وعدم التنصيق والتخبط في القرارات ويعني كل ذلك أنا أعتقد أنه لن يكون هناك يعني أي يعني أي راغب حتى من مواطن ولا من سياسي ويفترض أن حزب المؤتمر الواطن نفسه أن يطرح هذا الخيار بتاع تأجيل الانتخابات يخوض الانتخابات ولكن بعد أن تستقر الأوضاع قليلا طيب في أخبار كده حايمة من الوكالات برضو الرسمية المرة أنا سأستطيك مشروع المخرج ثلاثة دقائق ربما تبقت أنا حقر الأخبار وأنت ممكن تعلق عليها تعليق خاطف تشريع الخرطوم قالوا بالحرف الواحد إنه أي تحصيل رسوم دون إيصال إكتروني يعتبر غير قانوني أصلا غير قانوني لكنه ثم ماذا بعد علاج لين عن الخبر تشريع الخرطوم أي تحصيل رسوم بدون إيصال إكتروني يعتبر غير قانوني نعم أصلا غير قانوني غير قانوني لكن هل هذا يكفي فيه خبر والله يمزعج بصراحة ما جاي في وكالة جاي في قروبات تاعة واتساب أنا ما أعرف مدى صحته لكن حقره ونكي الكلمة 12 ألف تأشيرة خروج من السودان خلال ثلاثة أيام ثلاثة يوم الفائدين في 12 ألف تأشيرة خروج كشف الأمين العام لجهاش المختربين عن زيادة كبيرة في طلب الهجرة حيث بلغت تأشيرات الخروج من السودان خلال ثلاثة أيام ماضي أكثر من 12 ألف تأشيرة فضلا عن استخراج 4.500 ألف جواز إكتروني من خلال في خلال ذات الفترة يعني في الشهر بيطلع حوالي 200 ألف وفي السنة حوالي 3 مليون وفي حصائية طبعا كلمت عن عداد الذين يوادرون الوطن عنك تعليق عن موضوع والله أنا يعني ما عرف إلى الخبر الصحيح أو غير صحيح ولكن بالمجمل هذا شيء طبيعي والحمد لله أنه شعب السوداني لسه عنده يعني ما يمكن أن يشتري به التذاكر وأنه يستطيع حتى يعني يرى وضع أفضل يعني لا يمكن أحد أن يطلب أن يكون المواطنين موجودين في السودان في ظل هذا الوضع على الأقل إن سافروا ربما يعينوا أهلهم الموجودين طيفي دقيقتين دقيقة للخبر الأول دقيقة للخبر الثاني والاثنين يتصلوا بالآخر وبنا أيضا ربما بشكل آخر نتنياهو الآن يتحدث لصحف إسرائيلية أنه خلاص طيرات الإسرائيلية ستجوب أو ستسهب إلى محطاتها من خلال تشاد التي باركت الخطوة ودول أخرى وقال ربما أيضا السودان والخبر طبعا ورد وفي بيان نعتقد من الجهات المعنية بسلطة الطيران المدنية نعتقد تحدثت عن ردة على هذا الخبر أنا عايزة كده في كلمتين الخطوة دي كيف يمكن أن تقرأ أنه الطائرات الإسرائيلية تعبر أجواء السودان هل هذا ممكن؟ نعم ممكن ما المانع ليس هناك ما يمنع نعم ليس هناك ما يمنع الطيران المدينة قال أنه لا يمكن لأي دولة يعني تعبر فوق أراضينا إن لم تحصل على إذن طبعا هذا شيء طبيعي أصلا درد قالوه هذا الرد قالوه يعني إسرائيل ولا فلسطين ولا يدولة لن تستطيع تعبر ما لم تأخذ منك إذن طيب الموضوع بحتاج لرى السياس ولا خلاص انتهى الموضوع أصلا الرد السياسي كان منعدم خلال الفترة الماضية صمت كان هناك صمت يعني بعدينك لا يمكن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يعني أنا لا أقلل من عبدالحفز ولكن هو في النهاية موظف في الطيران المدني يعني نتنياهو حينما يتهدس على الأقل يعني نريد على يعني من يقابله هنا في السوداء أنا نيرود على الحديث طالما أنه ننتظر ننتظر طالما هناك لا يوجد حديث حنقتم ببنى الأصفر الذي يهيمن على كل سماوات العالم هذه الأيام خاصة المدينة مدينة الفن والنور والإبداع والجمال والموضة باريس وما دراكم ما باريس تعيش فوضى والله العشرات دخلوا السجون المعتقلات المدرعات تجوب شوارع باريس بسبب أصحاب سترات الصفراء الذين احتجوا بشكل ماسي بصراحة تحول لشكل عنيف ماكرون الآن في زاوية ضيقة جدا خرج بالأمس القريب تحدث عنه يتحمل جزء وليس كل المشكلة تراجع عن قراراته أو على الأقل على الأقل لكن يعني الذي يحدث هناك شيء ما مسبوق بهذه الطريقة والأسف حتى الآن رغم تراجع ماكرون حتى الآن التظاهرات تعمى الشوارع باريس نعم والله أصلا هي فرنسا عرض الثورة وللأسف هي خرجت وحققت أهدافها لكنها استمرت لمطالب أعمق وأكبر وحدثت الفوضى الإشارة الأخرى أن أصحاب السطرات الصفراء هناك هناك محاولة لتقليدهم هنا في السودان وإن كان في مجال رياضي هناك في خبر اليوم أنه ارتفاع شراء السطرات الصفراء هنا في خارطوم ولكن صفراء هنا سيقول صفراء طبعا من ريخ وزرقاء والله هي للأسف ارتفعت سعر الشراء في النواحي رياضية وليس السياسية نعم طيب خلينا نشوف واحد كاركاتير لو تكرمتها يا ياسر أو اتنين حنعلق كده أو حتى حنعلق حنشوفهم بس لو في الشاشة طيب ما شايفين كويس يا ياسر قال له أنت يجد ليه المدرسة جاي مننا وكده بدري المدرسة دي بقعوة لشنو قال له أجزوا لنا قالوا الأسازة في صف العيش والمدير في صف الجاز نعبر ما يحتاجل لتعليق نعم الكل الله في الطابير فكيف تكون الدراسة والمدارس الناس بقفة طابير يا أستاذ زلينا مش كده طبعا طبعا طيب في واحد ثاني ولا دي الأسعار فعلا نوقعي التحد ده هذه الأموال السيولة التي لا يمكن طبعا دي من صحف خليجية هي الأزمة عالمية أو لشنو دي الأسعار الأسعار هنا أعتقد هنا غلاء نحن عندنا الاثنين غلاء ودي ما لقلنا حتى النقود والكاش نعم شبه صحيح نعم شبه طيب يبدو لأن حصتنا انتهت فما هيكون فيك لك كثير آخر أنا بديك كلمة أخيرة أنت رئيسة باق نيوز واحدة من الوكالات المثيرة للجدل خاصة تعمل انفرادات بتحديث دوي في الشارع الصحفي بكرة عندكم شنو أنتم في المائدة هي أكيد دسمة أهم الأخبار أهم الانفرادات أنا شئتي لفصاها عنها يعني طبعا نحن انفرادات ما بتكون أونلاين يعني ما بنجسها لكن أنا أعتقد أنه نحن في هذه الأيام ما لا يعني ما قادرين نتجاوز الأزمة الموجودة نعم أزمة كل يوم الأزمة بتاعت كل يوم يعني لا تحدث يعني انفراجة قليلة لأنه حتى لو نشرنا أخبار ونحن بنشر أخبار أخرى تجد الناس يتحدثون عن هذه الأزمة الأستاذ علينا يعقوب الكاتبة الصحفية المحلل السياسية رئيس التحرير باق نيوز وكالة إخبارية متميزة شكرا جزيلا لك شكرا يا خالد وشكرا لجميع المشاهدين شكرا لك كما أشكر كل الذين تابعوا هذه الطبعة من صالة التحرير وحتى الملتغاد أدمتم في أمان الله وحفظه شكرا